أعوذ بالله دي أكلاج الرجالة يا ناس دي أصول عيشه الملح معقولة راجل يبلغ الحكومة على الستات جاعدين بطولهم في البيت اللي اسمه سلومة ده لازم يطلبها لازم يتعلم الأدب من أوله الجديد هو دي الكلب عمره ينعدل أخل هنطاهوله أنا بخاف ما تخافيش من أي حاجة بخاف الكلاب لا فيش كلاب يا سندوس خلاص أنا شفت رجالة كتير وقليل عمري ما شفت رجالة وسك من سلومة ده تبتشتم مين يا واد؟ ايو عكون بتشتم عوض لا كان بيدربني آه بس كان بيدربني عشان الواد لا ما تخافيش أبشتمش عوض هروح أجيبوه لك دلوك بس المهم عملتلو اللوك اللي هو بيحبوه البت الحلوة دي هي اللي عملتوه الله 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 يا ستة هاي دي سندوسة دي فيها شيء لله وما تحبش هلالبين آدم اللي رابنا راضي عنه وأنا كمان بحب تنوسة بقولك إيه يا ستة شوكلي يا مورينا ستة هاي دي شوف المبلغ اللي عايزه الراجل ده وأنا هدفعه له نعم يا أختي تدفع لنا ليه إن شاء الله انت هتجب علينا ولا هتجب علينا ولا تكونيش يا حبيبتي بقى استحليتي لعدة في قلب المكان فقولت يا ما تدبيلك نصمار ضحف المطرة لا يا حبيبتي تطميني أنا مش نوية طويل هنا ولو علي أنا عايزة مش النهاردة قبل بكرة بس أنا كمان مش عايزة مشاكل مع الناس اللي هنا طول الوقت ومش عايزة الشرطة تفضل رايحة وجاية وتعملينا محاضر لما هل الشيخ تستحملي؟ ده ما عايزة تعودي بقى استحملي؟ أنا عن نفسي أفضل ماشا كده هو واحدة واحدة على قدي كده هو ولو ملحيتش ولا تزناء رأخوش في جمعين من اللي بتعملوا مموسوك وأقبض أنا وأدفع حصيتي زي ما هي عملت بالزاب خليليك يا أختي انتي فلوسك ازرفيهم على الأحمر والأخدر والبيجامات الحلوة دي أنا اللي بتجيبيها أقول لك يا قعدي بقى الأحمر بقى الأصود أقعد يا ستهانم يا جادي استخد بالله استخدوا بالله استخدوا بالله استخدوا بالله ستهانم مجزدهاش حاجة ربنا فاتع عليها ومديها وعايز تساعدك لله الستهانم دي امعها فلوس ممكن تشير الحتة دي كلها فاهمها يا عم شكري أهو اللي ستهانم الستهانم هانم على ناساح وإحنا معندلاش هنا هواد وبعدم بقولك إحنا طول عمرنا مشيين بذائقة لكن حمدين وشكري الحمد لله أنا الغلطانة اللي أنا عايزة ساعد إن شاء الله ساق في البيت يتهدى على راسك إن شاء الله تهدى على راسك أنت يا بعيد هيا 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 اضعدي أهل ست ما تقوله هيا 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 اضعدي مفاضلك يا ستة هنة اضعدي عشان نحل المشكلة السودة دي أنا حنزل ضلات السلوما النجس عشان أعلمه الأدم من أول الجديد ماشي بقول لك هي عزيه وإنت رجع بعدي علي عزاطل أشوف هيمة ما شفتوش من ساعة بجيب المشتشفى يا أدلين عليكو على سنهيمة ما أنا مش عارف أطلع له لو أحد يا المنتاس ما يعمل معروفة في حتة منفوخة كده تبع حاجة بطن البقرة اسمها إيه؟ بطن البقرة بطن البقرة بدي ندور عليها في جوجل أنيمالز وأنا جوجل إيرس مش عارف هزار دلوقتي شوف بطن البقرة في عين يداي خليها نخلص بطن البقرة يا عمي واتك عن ظرف أهلك ولا أنا متعصب دلوقتي ومش فاضي الهزار طب ما تبعش رجل البقرة عين البقرة أدي دقني إنما ركبتلك ديل شوف لي فين بطن البقرة وخلصني حاضر يا عمي البطن البقرة انت أول ما تلاقي البقرة انت بتافل دل مساء النور مساء النور تفضل يا بطالب بي أنا مش جاي أثر على حضرتك في حال إنك قررت تستعين بمحامي تاني غيري بس الحد المحامي التاني ده ما ييجي ويبدأ في القضية أنا هكمل شغلي عادي جداً أنا مش عايز الشغل يقف في القضية يا عمي بتقفلوا ليه البطارية بتبوز البطارية بتبوز يا عمي لاش تلعب بعدين طيب فيش أخبار جديدة طبعا فيه خير أنا قدمت للنيابة طلب برفع قرار حزر التصرف في ممتلكاتك وقدمت لهم كمان إقرار زمة مالية وإقرار بعدم دخول أي أرصيدة أو حسابات أو أصول بإسمك من وقت البنك ما منح القرد المدام هايدي وحتى تاريخه يعني كده أنا حر التصرف في أي كرسي من كرسية ما حدش يعمل لي قضية تبديد لا مش بالسرعة دي طبعا يعني أهم حاجة نيابة تتطمن الأوراق اللي أنا مقدمها الأول قرار رفع الحزر حيجي بسرعة إن شاء الله ما نقولت لكم الأول إن الإجراءات دي تعسفية ما حد تسمع كلامي الأهم من ده الأرقام اللي نجواني اتصلت بأهلها منهم طلعوا رقمين موبايلين وتقفلوا وحاولنا نعرف مكان الإتصال بس ما عرفناش إنه وصل لأي حاجة طب وحنعمل إيه؟ الأرقام دي طبعا ملاش أي لازمة بس أهم حاجة دلوقتي إن الإنتصار تفضل على الإتصال بنا طول الوقت ونخليها تدينا أي رقم تتصل بها منه من عارف يمكن تغلط تتصل من رقم الموبايل الشخصي بتاعها أو من رقم محل إقامتها اللي عادة فيه دلوقتي وحضرتك معك رقم الإنتصار؟ أنا ما حاولتش أخذ الرقم بس هي قالتلي على أنوان المستشفى اللي هي بتشتغل فيها ممكن طارق يروح المستشفى ويجيب النمرة من هناك أنا بحبش المستشفى بس أروح عادي أوكي؟ تمام؟ أنا عاوز أعتذرلك على انفعالي بتاع الصبح وعليك ده ما كانش في مكانه الحقيقة وبعداً يا أخي انت المحمي بتاعي من زماني أنا لو عارف إن فيه محمي أشطر منك أنا كنت رحت انتفعت معاه وجبت بس عمري ما هعمل كده يا أبو طالب إيه ما أنا قلت لسيادتك؟ أنا مش جاي أسهر عليك ولا حاجة يا راكل بطل بقى الأماصة دي بقى خلاص انت إينا؟ والله العظيم كانت فرصتك تغيره وبجيب محمي عدل أنا مش عارف إنت دماغك دي ليه كده يا عمي اتلم إنت أبقى وتساكد بقى أنا بقولك إيه؟ إيه؟ باتيجي نشوف موضوع بطن البغرة ده بقى عشان بقولك بطن البغرة إيه عمي؟ في الوقت يا معلم سلومة الأخ شكري بيشكو إنك طلبت الشرطة لأهل بيته الست سندس والأخت كوريا والأخت جمالات في الحقيقة يا مولانا أنت أول مرة كنت أشوف فيها الست جمالات صعيدي جلبوه يا أبا علمني الهايفة قال يا أبنى تعالى في الهايفة والصططط اللي دكى الجمالات دي الوقت باللي احنا بنقوله برضو ما يصحش يا معلم سلومة تطلب الشرطة اللي نسوة لها رجل معهم وأمام أكسوب المفتوحة كثيرة كان ممكن أن تأتي لي أو تذهب للأخ شكري أو للأخ كبداجي خطبها صلى عليها يشفع فيك كبا عليها أفضل الصلاة والسلام قصت بقى البيت والله هيقع على دماغنا ده دعوار بقاله سنين مش ابن مبارح والنهاردة لقى ها؟ ده احنا يا ما تحايلنا يا ما رقنا نشف ده أنا قلت للوست شكري بدلا مرة عشرة وسيادتك دخلت في الموضوع ده مرة واثنين أيام أمها اللي هارعا عمّة ولو ما حصلش الكلام ده قولوا عليها يا رجل هجاس كدام الصدق يقال يا أخي شكري الكلام ده حصل فعلا ماشي حصل نجو منبلغوا الحكومة على بعضينا اللي معهوش فلوس نعم بسه لا لا احنا برضو أهل وجيرة اه اه امانت الله بقى انا ذات من حكاية معهوش فلوس دي اه يا عالم اللي بيدعى الفقر ربنا بيفقره أكتر مش أصول كلام ده يا معلم سلومة أنا المرة دي تابعت الأصول اللي انت ما تبعتهاش وجبت الشيخ المنطقة كلها عشان يشهد ما بيننا وأنا عارف ومتأكد لا هتكبروا ولا هتكبرني عشان كده أنا مش هراعي أصول الجيرة ولا العيدش والملكة واللي بيعمل ما بيجولش من غير سلام عليكم الواد سوكا لسه نازل يوضى بالعد عشان خاطر فرح أخته هداء دول ولاد حرام عازمين أمة لا إله إلا الله بما فيهم الحكومة يا أخوة ده عالم ناقص بيجوزوا البيته وهي لسه ما تمتشه 14 أو 15 سنة وبيعيه يعني يا كوري أي حد في الدينة بيحب يسطر على بناتهم وخلاتك كلاتهم متجوزين اتغيرين ولا الواحد يخطب البيت من دي وتقعد تحمد جنبه يعني يوقف فيه أخي خلاق سلامتا كاهيم إيه ده انت غيرت على الجرح؟ آه ملوان سوكا أصله ماشي مع البيت الممرضة جابها لي غيرتها على الجرح يا انصبتي وتلقيت لك هنا لوحدها؟ بالراحة يا كوريا بالراحة ده أنا ماستجراش عاملة وانخطبتها قدام الحرة كلها في إيه جاب أمه معاها اتنايل جاب أمه معاها تلعت بيت نديفة مردتش تطلع لوحدها واما سوكا حبتها؟ وهي واما سوكا تحب حد؟ بقول لك إيه؟ سيبك يا أخي من الناس دي كلها تقول عفوا بقى الموم انت بقى انزل لنا بالسلام الحرة وحشة قوي من غيرك يا هيم انزل خد بحسانة لما تطلع انت يا كوريا تاخدك خطري متطلعيش متطلعيش نعم يا خير قلب سلام عليك يا هيمة وارانا مشاويل يلا فينا حاضر يا خير يلا هيمة هبقى اطلع لك تاني اما خلي يجي تاني ها؟ ليه وانا هفضل قاعد هنا؟ أنا كل يومين وانزلت ما تطلقوا تحت ده أنا العارفة يا كل ولاش ولا افتح المحل حتى من غيرك انزل بقى ربنا وانا يا كوريا انت وحشاني قوي كوريا 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 يلا يا كوريا يلا امشي مع خالك هنهرج ولا يمشي امشي بتعامين العمود ده يا كبداك اه استنى يا كوريا اه الجرح رد علي بكلمك بتعامين العمود ده عمود ايه يا مقاطع موسيقى هلو ايوا صار ازايك؟ ابدا انا اقول تكلمك عشان اتطمن عليك اصلي ليتك ماتجتيش لا لا ابدا مفيش حاجة انا كل تماني طيب اوكي اوكي مفيش مشاكل ماشي اشوفك مرة دانية ان شاء الله باي شايفي هندزة؟ الشرخ اتدخل ايدك فيه لمؤاخذة تجيب اخرها ده غير ان ممكن يخبي بلاي ويعرس وفران وتعبين ده غير ان ممكن يقع على دماغتنا واحنا نايمين يرديك برضك يا هندزة يقع على دماغتنا واحنا نايمين لا طبعا ما اخدناش يبقى خلاص تفقى علينا تقرير حلو زيك كده يتقال فيه ان البيت لازم يتنكس في التو وفي الحال عشان اروح الناس يا دي كسوف ملحقناش نعمل شاي ولا نجيب سائع والله ولا حاجة سائع ولا شاي ولا اي حاجة البيت باين حالته وما تلاقيش هعمللك التقريب اللي انت عايزها بالزبط بعد اذنك اتفضل خطوة عزيزة ده احنا زرنا النبي والله كيدل عزال انا من يومي